السلام عليكم ورحمة الله وبعكاته إخواني أخوتي كما قلت لكم في الفيديو السابق انه عندي فيديوهات قديمة خلاص مصورتها في بورتابل تاعي القديم في الموبائل التاعي القديم وما كنتش نزلتها أصلا كنت مصورتها قديمة خلاص وكن في واحد الوقت كنت أنا كراهت اليوتيوب كنت راح نسحب وما كنتش نزلتها نهائي ونسيتها أصلا الفيديوهات هذه نسيتها عندي حويج بزيف صورتها قلت لكم راني ان شاء الله يعني ما كلاهن نمحاها يعني منيش خاسر اويلو اذا نزلتها ومن بين هل الفيديو السابق والفيديو هذا الفيديو هذا رو تقريبا عنده صور هذي دورك اللي منزلتها ناري تقريبا عندها عامين يعني سنتين وكتب ربي رح ننزلها دورك يعني وكيما تشوفوا الفيديو هذا رو طريقتي البسيطة السهلة يعني اسهل طريقة عدت نعتمد عليها من سنوات في خدمة الديول في صنع الديول طريقة سهلة ونعجحة مية بالمية وطريقتي هذي نستعمل فهنا راني ما نستعملش الفيرينة وحدها نستعمل السميد والسر اللي خليلك الديول تاك تكون مقرمشة مدة أطول هو السميد يعني ما تخدمش الديول تاك تختمها غير بالفيرينة بمعنى انه الديول تاك السميد تاك الدقيق أفضل أفضل بزيف من ديول تاك الفيرينة هو الديول تاك الفيرينة دائما تجيك أرق تجيك أرق من تاك السميد لكننا نحن نحاوس ونحاوسوش على المنظر فقط لازم نحاوسو على الطعم وعلى اللي نحاوسو علقو ونحنا تاك الماكلة يعني منها مشوش نحاوسو غير على المنظر تاك الماكلة ونها مشو الطعم وكين حاجة حبيتنا نصحكم بها تابعوا الفيديو رح نحكوا شوي في الفيديو أول حاجة رحنا قبل ما نفوت للمقطع دا رح نقول لكم أنا كيف هنا المقادير أنا نستعمل عشوائي بصحة أنا حبيت اليوم ندير لكم كاس سميد رقيق يعني إذا عندك شكارة الكبيرة ذي كالمخلطة هزي الخشين ناحيه وديري وديري السميد الرقيق وديري كاس فيرينة وإلا تقدري تديري كاس ونص سميد ونص فيرينة يعني أنا راني في المطبخ التاعي راني ما نستعملش الكيلة أي حاجة نديره خلاص يعني عيني وميزاني عيني وميزاني كما يقولون مشو وننصح البناية يعني صغار يتعلموا أنهم ريلا نماكلة وطبخرة وحسب تجربتك في المطبخ تتعلمي وتصحي أخطائك مش وكل ما جيت طيبي حاجة تروح يجيبي الكيسين ولا تجيبي الكيل ولا تجيبي الميزان وتبدي تكايلني هذه راي حاجة غالطة لازم تتعاودي في كوزينتك إنك تهزي حتى بيدك مش حتى بالمغرف ولا بتكايلي وتحطي هذه ناصحة برك البنات الصغار وكيما شفتو حطيت بليت بالماء نغطيت حتى تغطى السميدة ذاك والفارينة حتى يتغطى وبديت نرحي فيهم يعني كأني نعجن الطريقة هذه في بلاست ما تعجني ما نكسرش الماحتي تبلو فقط ونبدأ نخدم بالأشوار كيما تشوفو وطبعا كيما شفتو ضفط الملح كي الناس تضيف الزيت أنا ما نضيفش الزيت يعني ترحيها هو بالقوام ذا تحليها تلقيها بالقوام ذا ثقيل يعني تعجنيها بهي بقوام ثقيل من بعد ضيفي لها الماء ضيفي بشوي حتى تشوفيها بقوام جاري شوي ذرك تشوفيه في الفيديو كيما قلت لكم راي مش بالكيل راي كان قانوات كبيرة تبالغ 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 في الحاجة الدرجة كبيرة حويجة ذي راي ما فيهاش كيل تقدري تخدم يتهزي حتى بيدك الطيشي حفنا دقيقو حفنا فارينا وصاي يعني حويجة ساهلة خلاص ما تعقدي الأمور ما تخافي منها خلاص كيما تشوفو لازم تحسلي على القوام هذا إذا درتيه ثقيل بزيف راح تجيك الدولتاك تجيك خشينا وإذا درتيه جيري خلاص ما تصلح لكش يعني لازم تقاوم هذا ومش ثقيل ومش خفيف وبعد ما نضيفي لها الماء طبعا تزيد زيدت تقفل علىها في الأشوار ترحاها شوية خلطاها قصدي تخلطاها شوية بش يندمجوك المكونات ومن بعد حطها ترتاح لقد ما ترتاح تجيك ديولتاك خفيفة وتصلح لك يعني بطريقة أفضل تخرج لك أفضل لكل ما ترتاح يعني من نصف ساعة لساعة لساعتين تقدري حتى تبيتيها كل ما ترتاح كل ما تجيك نتيجة أفضل أنا في رمضان أول حاجة نديرها كي ننخش الكوزينة تاعي أول حاجة نديرها كي ندخل الكوزينة نجهز الخليط هذة تاعديولو ونخليها في بجاهة واحدة ويرتاح ونروحنا نطيب الفطور تاعي وإلا نخدم الصباح نخدم الصباح لديولو لعشينا نطيب الفطور كي ما قلت لكم هنا راني بعد ما زلت الماح قفلت على هك حوالي ثواني فقط بش يعودوا يندمجو ومن بعد كي ما قلت لكم ما ترتاح تجيبي مقلة ما تلصقش تكون جديدة وحاولي تديري ديما مقلة خاصة يعني غير للجول ولا تجيبي الكريب يار هذي فقيلة اللي ما تلصقش وتاخدني بالبينسو عادي كي ما تشوفي أنا نغطس البينسو في الخليط هذك ونبدأ ندهن فاكل الكريب يار ومن بعد كي تحطاها فوق النار أنا نطيب الطابونة يعني ما نطيبش فوق الكويزينيير باش تطيب يعني كامل ضربة واحدة من بعد كي تهزيها تحطاها فوق النار وتبدأ تطيب يعني طبيعاظ أي ثقب بتشوفيه يظهر تعاودي تهزي بالبينسو تغلقيك الثقب هذيك وكان معلومة أخرى أنه تهبت الكريب يار من فوق النار ما تبديش تاخد مي طول لازم تبرد شوي يعني ما تصلح لكش لازم تخلي الكريب يار تبرد شوي حوالي دقيقة أنا باش ما نبديش نضيع الوقت ونخدم في مدة طويلة لازم نخدم بسرعة نجيب نجيبي نجيبي طرشا نجيبي فوطع أي حاجة هكي المهمة تبليها تبليها تحطها يعني ما بلولة وتحطها قدامك كل ما تهبتي الكريب يار من فوق النار تحطها فوق الفوطع ذيك المبلولة باش تاخد مي دولتاعك بسرعة يعني ما تبقيش تستني في الكريب يار حتى تبرد وكي ما تشوفي طريقة ناجحة مياه بالمياه وتحطها normal فوق بعضها يعني الأوراق ما تلصقش خلاص لكن قبل ما تحطي أي ورقة كل ما تختمي ورقة تحطها على جنب حتى تبرد من بعد تحطها فوق الوراق الخرين هذه يعني الخطوة هذه لازم باش ما ي من بعد ما يلصقوش الوراق فوق بعضاهم وإن شاء الله تعجبك طريقتي وكنت رح نحكي معيكم في موضوع في الفيديو لكن تم الوقت كنت لازم نشرح الفيكل للطريقة يعني الساعة إن شاء الله مرة أخرى نهدر في الموضوع اللي كنت رح نهدر فيه ومزدتش الدقائق هذه وإن شاء الله يعجبكم بقى فقط طريقتي وما تنسونيش بجيم وإن شاء الله ومرحبا بأي ضيف دخل جديد لقناتي نتمنى فقط يفعل جرس ويشتركوا يفعل جرس لأنه تفعيل جرس مهم يخلي الإشعار يوصلك بأي فيديو نزله في قناتي ومع تحياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر